شباب الرياضة خارد عبدالعزيز افتتح بطولة العالم للكبار الخماسي الحديث اللي بتصادفها مصر دلوقتي من الفترة في الفترة من 22 ل28 أغسطس الجاري اللي بيشارك فيها 38 دولة فين؟ على ملاعب نادي بيجاسوس في دريملاند الحقيقة ان الوزير كان شاهد طابور عرض الفرق المشاركة على ملاعب الفروسية وحفل الافتتاح كان ضخم جدا وحضروا كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث والسيدة شايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي الخماسي الحديث والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ووفد الاتحاد الدولي والسيدة عوض سامي مدير البطولة ملاعب نادي بيجاسوس دريملاند الحقيقة بتقام عليها مصابقات حتقام عليها مصابقات السباحة والفروسية والكمبينيشن اللي ما بين الرماية والجري لكن سلاح الشيش أو المبارزة حتقام في صالة مبارك في مدينة 6 أكتوبر لجنة الفنية الحقيقة للبطولة استقرت على الجدول الزمني للبطولة هيبقى كالتالي عندنا يوم الاتنين 21 أغسطس ده كان مبارك حفل الافتتاح خلاص الثلاثة النهاردة تتابع الفرق رجال الأربع بكرة 23 أغسطس تتابع فرق سيدات خميس 24 قبل النهائي رجال الجمعة 25 الدور قبل النهائي سيدات والسبت 26 الدور النهائي رجال والحد 27 أغسطس الدور النهائي سيدات وتنتهي فعاليات البطولة يوم الاتنين 28 أغسطس بمسابقة الزوج المختلط آخر خبر هنلحق نقوله العالم